في الدولة المغربية خاصة وأننا نعلم بأن الجزائر جارة للمغرب وبالرغم من هذه التوترات الدبلوماسية الكبيرة التي تعصف بالبلدين إلا أن الأزمات التي تواجه المغرب هي نفسها الأزمات التي تواجه الجزائر لذلك لا بد بالفعل من إنهاء حالة التوترات تلك والعودة لروح الوحدة والاتحاد بين الحكومتين في كلا البلدين عموما أمام حضرتكم أعلنت الجزائر حالة تأهب قصوى ضد حرائق الغابات المحتملة وذلك تزامنا مع سلسلة من الحرائق التي اندلعت بدول مجاورة مثل المغرب والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وقالت وزارة الفلاحة الجزائرية في بيان لها إنه نظرا لظروف المناخية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة ما قد يسهل في اندلاع حرائق الغابات نعلن عن حالة تأهب قصوى وأفادت الوزارة بتفعيل المخطط الوطني للوقاية ومكافحة الحرائق يتعين على كافة المسؤولين والجهات المعنية التجند لتجنب أو مواجهة أي طارق على مدار 24 ساعة كما تم تعبئة الوسائل المادية والبشرية لذلك